الريس اتكلم يا جماعة تحديدا عن حق المعرفة والريس طلب من المسئولين الكبار في الدولة يعني الوزراء وما إلى ذلك ان هم يظهروا ويتكلموا في الإعلام وخليني في الحتة دي أقولك على حاجة لطيفة أقولك دي طبعا للمشاه إيه هي؟ أي حد في موقع مسئولية يا جماعة عشان ساعة بيبقوا حضراتكم كتير جدا بتتسألوا ليه الوزراء مش بص أي حد في موقع مسئولية بيبقى عادة ظهوره بحساب وبميزان حساس جدا حساسية موازين أو بتاعة الدهب يعني يقولك أنا علشان أطلع أولا لازم يكون في سبب قوي اتنين لازم نتكلم كلام الناس تقدر تستوعبه لازم يبقى فاهمين يا جماعة أن احنا يمكن من 2011 لحد دلوقتي مرورا ب2013 وحتى هذه اللحظة أي كلام في أي قضية أحيانا كثيرة يجتزأ ويؤول ويسحب منه أجزاءه المهمة ويتم ضخ أجزاء تانية غير مهمة تتحط في بعضها وتتمنتج ويقولك أصلهم قال وكذا وبالتالي المسئول يمكن أنا مش بالناس بتحب يدفع عن المسئولين بالمناسبة يعني خالص خلقتي كده لكن ده حق المسئول بيبقى قاعد عمال بيفكر أنا هتكلم إزاي بحسن الكلام اللي اجتزاء فيه يبقى صعب محاولة لا يزراع هذا الكلام ولا يزراع الحقائق يبقى صعب إلى أخيره يمكن ده كان سبب من الأسباب اللي بتخلي المسئولين عازفين شوية أو مقلين حبتين فين هما يظهروا على الشاشات أو حتى يدلوا بتصريحات للصحفيين أو يتعامل معهم إجراء حوارات لكن اللي أنا مبسوط بيه جدا 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 هو أن الرئيس شجع الحكومة أنها تطلع تتكلم بنفسها المسئولين الوزراء يطلعوا يتكلم وهذا التشجيع وكأنه بيقول للوزير اطلع قول اطلع اتكلم وهنا بالمناسبة أنا عايز أرجعك فعلا على مسلسل الاختيار أنت لو شفت مسلسل الاختيار مرتين ثلاثة هتكتشف حاجات كده كل شوية يعني مثلا مش المسلسل اللي احنا بنتكلم عن بقاله سنتين طيب في حتة كده ياسر جلال وهو بيجسد شخصية الرئيس فقاعد فيها مع صبري فواز ما حافظ الله قبل الكل بالمناسبة لأنه الاتنين أنا حبهم أول كبير وحترامهم أول وكان وقتها صبري فواز في مسلسل لو تتذكر بيجسد شخصية الله يرحمه بقى محمد مرسي فقال له كده اتكلموا مع الناس يا فندم كان وقتها ياسر جلال بيجسد شخصية الرئيس وهو وزير للدفاع اتكلم مع الناس يا فندم شاركهم المسئولية خلي الناس تعرف ده كان في الاختيار طيب الاختيار ده او الجزء اللي حدتك شفته ده ده شفنا من سنتين لكن الحدث ده نفسه حصل في الواقع امتى؟ 2012-2013 يعني بكلمك من 11-12 سنة ده لو انت فكرت كويس هتلاقي انه ده بيجسد طبيعة وشخصية وطريقة تفكير فخامة الرئيس المشاركة الوضوح العلانية تاني المشاركة الوضوح العلانية لا شيء يجب ان يتم ان احنا نخفيه ولا ما نشاركش في الناس ولا ان احنا نقلق نقوله حتى كان ساعتها صبر يفوز بيقوله بس اصل المشاكل قاله قول للناس خلي الناس تشاركك خلي الناس تشيل معاك مسئولية البلد دي ده افضل حل دي طريقة تفكير الرئيس ودي عبر عنها قبل كده كزا مرة ويمكن عبر عليها المرة دي بمنتهى الجلاء خلوا المسئولين يطلعوا يتكلموا اطلعوا قولوا قولوا انا عندي كزا وعندي مشكلة في كزا زي مرة يتكلم على قصة الكهراء وزي ماتكلم على قصة رغيف العيش اكم من حاجات حلو اكم دي طيب اكم من حاجات بنقعد نتناقش فيها وخليني اقول لك كده بوضوح على جلسات الهاوي جلسات غرفة المعيشة وحب نتفرج على التلفزيون وبنشرب شوية شاي وبنكل سندوتش جيب نرومي الى اخره فبنقعد نتكلم وبنقعد ندرد شو ده يقول لك يا طرح هو الكهراء وكل واحد يدلي بدلو يعني وطول ما ما فيش معلومة واضحة معلنة الناس هتفتي الناس هتفتي والفاتي اجارك الله فاتي يشجع على اثارة الفتن طول الوقت كل واحد بيفتي فيما لا يعلم وبما يجهل فالدنيا تبدأ طبوس بقى كل واحد ايود لي بدلو على فكرة ده بقطعه الكهرباء علشان مش عارف اصلا كان فيه حطة اللي مش عارف ايه وقال اصل السد العالي مش عارف اصل مش عارف قصص فالرئيس قال لجموناتها البساطة اه احنا بنقطع الفترة دي او بالتوقتات دي او بالمدد دي علشان فيه واحد اتنين تلاتة اربعة وده لو انا ما عملتش كده هضطرها زود التكلفة بتاعت فوتير الكهرباء وانا مش هعمل كده المعلومة عشان تبقى انت فاهم ان الدولة بتتحمل مية وعشرين مليار عشان بس حضرتك ما ترميش لقمة عيش واحدة اتجي انتقول لي محدش بيارمي اقولك لا ده اتس بترمي اشتري انت عندك لقطة الخبز بتاعتك ده حقك مية في المية عايز تخدها كلها طبعا من حقك مية في المية بس انا بقولها لك اهو وبرضو بمنتهى الوضوح لو انت مش محتاج كل العيش ده ما تاخدوش لو انت مش محتاج وما تاخدوش جوزت انا هاخده واكله للفراخ حرام عليك يا اخي علشان البلد دي بتتحمل مية وعشرين مليار مش عشان تاخد العيش تأكله للفراخ والبط اللي انت مربيهم فوق السطوح حرام ده اكل بني قدمين اللي انت مش محتاجه غيرك محتاجه هل السعر ده هيتحرك لا هو مش هيتحرك قولا واحدا هو مش هيتحرك والرئيس كان واضح لكن هو بيشاركك المسئولية بلدو المية وعشرين مليار مية وعشرين مليار جنيه كتير بنقدر بنقدر بللي نقدر عليه يعني هنفضل ماشيين في ملف الدعم ده بللي نقدر عليه فاذا سمحتوا بالراحة تاني المشاركة شيء عظيم واحنا سوعدة بقى ان الوزراء ينورونا ويشرفونا ونقعد نتكلم ونتحدث ويعني نتباحس ونناقش وبمنتهى الوضوح بمنتهى الوضوح وبمنتهى المهنية بردو